المولي العنوين يقول وقفة تضامنية أمام سفارة جنوب أفريقيا بتونس نظم عدد من التونسيين وقفة تضامنية أمام سفارة جنوب أفريقيا الخميس على أثر الشيكية التي تقدمت بها هذه الأخيرة ضد الاحتلال لدى المحكمة الدولية في لهاي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة وحمل المحتجون خلال وقفة تضامنية أعلم فلسطين جنوب أفريقيا وتونس مشيدين بشجاعة الموقف وأن أحفيد المناظر نيلسون منديلا لم يموتوا وقد حذر ممثل عن سفارة جنوب أفريقيا حيث ثمن دعم تونس والشعب التونسي لجهود جنوب أفريقيا لملاحقة مجرمي الحرب وكانت محكمة العدل الدولية رفعت الخميس أولى جلسيتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية أميلا إذن جنوب أفريقيا عفاف خلقة الحدث خلال الأسبوع هذية لأنه لأول مرة في تاريخ الكيانة المحتل يتم أنه يتوجه لمحكمة العدل الدولية وهيكا ولا لا محمود العدل الدولية عارف تروح العدل الدولية ريت تفاش روح دولي يركز يركز كل مستلحات محكمة العدل الدولية ويتعدى الكيانة المحتل وتتعدى القضايا اللي يقام بها الكيانة المحتل بالنسبة لأمام العدل الدولية بالنسبة لجنوب أفريقيا الوقفات التضامنية صارت حتى في فلسطين عفاف شفنا البارح في برشة دول شفنا في فلسطين في الضفة الغربية خرجوا المظاهرين ومع قدام تمثال نيلسون مونديلا ويحييوا في جنوب أفريقيا تابعنا على العديد من القنوات المداخلات المباشرة التي كانت موجودة في بعض القنوات الإخبارية العربية وهنا في نفس الإتار وجب الإشارة وأن المرافعات جنوب أفريقيا لا تعدد مباشرة مثلا في فرنسا نحن باقي نحيو على فرنسا على خطرية أقرب الدول الأوروبية لنا وتعملاتنا كثيرة معاها وإحنا لغتنا الثانية معانية بعض العربية في تونس ما عديوش مباشر ولكن من غدوة المرافعات متع دولة الاحتلال تعديت مباشر في عديد القنوات بالضبط هذا هو اليسار كون الكيل بمكالين كما العدد الكيل بمكالين وتوجه كيفاش ساير وين يحبوا التأثير على الرأي العام العالمي حتى وإن جنوب أفريقيا لا يربحت القضية هذه لفات أنك تتعدى على محكمة العدل الدولية وتحط الكيان أمام المصير متاعه لأول مرة فيعتبر خطوة إيجابية وإيجابية جدا